نشكر كل من تواصل معنا من أصدقائنا المتابعين الذين أرسلوا لنا تسجيلات مصوتية ونسأل الله أن يبارك فيهم ويجعلهم وكل متابعينا من أهل القرآن نشكر زيارك أميرة فارس من الجزائر نشكر فرات مهيد من تولس نشكر نوح محمد من مصر نشكر طهى أحمد من تونس نشكر مريم وماريا بلال الشعر السوريان نشكر لقمان بوجمعة من الجزائر نشكر ملاك عمر الأحمد من الأردن ونشكر ملاك من الجزائر نشكر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي أخوتي وأخواتي ننتظر تسجيلاتكم الصوتية للسورة ومعاني القرآن على صفحتنا على الفيسبوك وسنقوم بسماع ما نستطيع منها واختيار أفضل خمسة ونتواصل معهم لكي يرسلوا لنا أسماءهم وصورهم الشخصية وسنقوم بعرضها في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى تحية منا لهم دمتم في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر